في حاجة غريبة حصلت امبارح فجأة يا جماعة فجأة الناس كلها بتتكلم عن حرية الرأي والتعبير انت بتتكلم بجد الحلقة دي هزار يعني احنا جايين النهاردة نهزر ولا نقدم برنامج لا والله مش جايين نهزر على حاجة احنا جايين نقدم برنامج زي كل يوم وعندنا قضايا مهمة زي كل يوم بس هو النظام الحياة مش حرمنا من النقطة من الفكاهة فتخيل عزيز المواطن ان نظام عبدالفتاح السيسي بيتكلم من امبارح اخر 24 ساعة عن ايه؟ عن ضرورة حرية الرأي والتعبير وضرورة احترام الرأي الاخر يا راجل يا راجل ده انا امبارح كتبت على تويتر تفريغ للفيديو اللي اشتغلنا عليه في حلقة اول امبارح بتاع موارد مصر كاتب مصر فيها كذا والمصدر كذا ده حرية رأي وتعبير ومعلومات بمصادرها يعني انا ما قلتش رأي الشخصي اصلي خالص ما حطتش اي تطش يعني انا بس كتبت الكلام كم الشتيمة والسباب والتخوين وقلة الادب وقلة الرباية مش حايز اقولك بصراحة حرية رأي وتعبير جبارة الجماعة بصراحة بيحترموا الرأي والتعبير جدا جدا بشكل مش معقول ما فيش واحد فيهم ناقش الكلام ما هو حرية الرأي والتعبير انك بتقول رأيك وبتعبر عما بداخلك وعما تؤمن به وبيناقش شخص اخر بيعبر عن رأيه ايضا وما يؤمن به وبيبدأ يبقى بينكم نقاش لا فيه عساكر ولا فيه شرطة ولا فيه نيابة ولا فيه حبس ولا فيه تهديد كل واحد بيقول رأيه بحرية تامة في التزام كامل بمعايير الحوار واداب الحوار والنقاش وعدم التجاوز والتعدي ده اللي بنفهمه عن حرية التعبير وحرية الرأي لكن النظام المصري الحقيقي قرر انه يدينا محاضرات في حرية الرأي والتعبير مبارح تعال نشوف الخبر ده كده الحوار الوطني بيفتح عفاق جديدة لحرية الرأي والتعبير ده يقر شوان بيقول الاصلاح السياسي هو بوابة حرية الرأي محمود فوزي قال المتحدة للخدمات الإعلامية ملتزمة بالقانون ونقيب الإعلامين قال حرية الرأي والتعبير حق بضوابط الحقيقة الجماعة بدأوا يشتغلوا عن موضوع حرية الرأي والتعبير بهمة عالية جدا فهنا بدأنا نقرأ ما وراء السطور أو ما بين السطور وما وراء الكواليس ايه يا جماعة اللي بيحصل هو ليه فجأة كلهم طلعوا يتكلموا عن حرية الرأي والتعبير فالحقيقة وجدنا الإجابة السريعة في الصورة القادمة سيادة اللواء عباس كامل استيقظ من نومه العميق كقائد وزعيم لسقور المخابرات العامة المصرية وقرر أن يمسك تليفونه يكلم أحمد اللي كان بيكلمه قبل كده يوم 18 يناير 2015 لما ذعنا الكلام ده هنا في مكملين عباس كامل قال له يا أحمد اتصل بقى بالواد يوسف والبيت مش عارف مين ومين ومين فهو نفس السيناريو حاضر لأننا مخبي على نعقة ديه طبا جماعة مش جاي على يسارنا هغطي خلاص نعقة مش مهم يطلع في الصورة بلاش نشرفه أنه يطلع في آخر كلام في ضيارة شوان ويوسف الحسيني مشيرة خطاب عماد الدين حسين وطلعت عبدالقوي وتوسطهم سيادة اللواء صديق العزيز عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية سيادة اللواء واضح أنه اتصل بيهم أنتم مصممين أنه نعقة يطلع خلاص نرجع لورا عشان هذا الكائن يطلع معهم في الصورة زي بعض لأنه برضو قام بدور يعني كويس فالحقيقة لازم نديله حقه يعني عباس كامل واضح أنه نزل تعليمات في الـ 48 ساعة اللي فاته أو الـ 24 ساعة اللي فاته في رسالة السامسونج اتكلم يا ابني عن حرية الرأي والتعبير اطلع يا بني آدم انت وهو وهي احكوا عن حرية الرأي والتعبير لازم كلنا نتكلم عن حرية الرأي والتعبير لأن عندنا انتخابات رئاسية جاية والرئيس محتاج الكلمتين دول عشان نترجمهم ونبعثهم للغرب ما تيجوا نشوف كده هذه المجموعة الجميلة كيف استجابت لرسالة السامسونج من اللواء عباس كامل والبداية للأسف مع نعقة قدي الاخر هذه المصطلحات التي دائمنا على متابعتها في التقارير الحقوقية الصادرة ضد الدولة النصرية او في الدراسات والمقالات التي وصفها دائما بنامت فوعة الأجر او لا ابني جيموايا في كل حوال لسنا بصدد الحديث عن هل نحن مع حرية الرأي والتعبير ام نحن ضد حرية الرأي والتعبير اعتقد ان هذا السؤال يتسم بالسطحية الشديدة لانه لا يمكن ان يكون هناك انسان عادي او انسان عاقل او انسان حقيقي يتمتع بما يخص الانسان ويميزه عن باقي المخلوقات انه هو يواجه او يناوئ الحرية بمفهومها الواسع والحقيقية مش عارف الاندي تقدر تقول كده ايه شاردة واظلمها واردة جدا على رأي ابوي الله الرحم في زهني كده هي متعلقة بمسألة الرأي والرأي الاخر سميه زي ما تسميه احتلاف الاراء سميه حرية الرأي والتعبير سمي زي ما تسميه مجي القصة على المطلق انا من انصار انه طبعا من حقق اي حد ان هو يقول رأيه ويقول الطرح بتاعه ويقول وجهة نظره وده حقق اي بني ادم في الدنيا مش اقولك اي مواطن في مصر اي بني ادم في الدنيا وافهم جدا انه الناس دائما وتطالب بانه عليكم يا جماعة انكم تتفهموا قبلها تتفهموا وجهات نظرها وانه يتم مناقشات ده في اي حتة في العالم برضو طول الوقت انا من انصار انا مش هكفز للحالة المصرية الدستور المصري فيه ثلاث مواد بتتحدث بوضوح عن حرية الرأي والتعبير المادة 65 المادة 66 المادة 67 المادة 64 بتتحدث عن حرية العقيدة وانها حرية العقيدة مطلقة فما احناش محتاجين ان احنا نناقش لسه اهمية حرية التعبير صحيح واظن انه كل الدستور المصرية كان بتحمل نفس المعنى علشان يبقى فيه رأي ويبقى فيه تعبير يبقى لابد ان تكون هناك حاجتين فيه افكار هتعبر عنها وفيه معلومة الحاجة التانية النقطة المهمة اللي هممكن تطور حتى وتاخده بحرية الرأي والتعبير ان الحوار الوطني كشف عن حاجة عميقة جدا الدول اكتشفت ان هناك بعض المعارضة يمكنها ان تتفاهم معها وتجد اسمها بعد ان كان الجميع وتبعك والمعارضة اكتشفت اكثر انها يمكن ان ترتقي مع الحكومة على القضايا مهمة جدا دعوته للحوار الوطني وقال ان الخلاف للرأي لا يفسد للوطن قضية معنى كده انه لا يحرم احد من حريته لتعبيره عن رأي مخالف خضركوا اكتشفت في التقرير انكم ضد فكرة الاقوبات طبعا مجلسة تقومة لحوال الانسان بيطالب بعدم تطبيق الاقوبات سالبة الحرية على القضايا المتعلقة بحرية الرأي فيه ممكن تتوقع طب ما طالما الجماعة عايزين حرية التعبير طب ما تيجي نزعل السيسي من عباس كامل يا جماعة هو مسيادة اللوة طلق علينا اضرعه الاعلامية وصبيانه وغلمانه عشان يقولولنا حرية التعبير والرأي حاجة مهمة جدا طب ما تيجوا تعبروا كلكو عن رأيكو دلوقتي في مناخ يتميز ويتسم بحرية الرأي والتعبير اكتبوا على تويتر دلوقتي ارحل يا سيسي هلأ هي مش دي حرية رأي والتعبير اكتبوا يا جماعة ارحل يا سيسي وعبروا عن اراءكو ومارسوا حرية الرأي والتعبير اللي عباس كامل بعتها برسالة سامسونج للصبيان بتوعه في الحضيرة اكتبوا له على تويتر ارحل يا سيسي يمكن يرتجع طالما الموضوع في حرية الرأي والتعبير فلنمارس جميعا حرية الرأي والتعبير ولنطالب رحيل عبد الفتاح السيسي حرية رأي والتعبير في مناخ ديمقراطي عادي جدا بتحصل في كل البلدان على فكرة لو طلع بقى ناعق من هؤلاء يعني على طريقة نعقة الديه ينعق ويقول لك الخوانة والهاشتاجات واللجانة الإلكترونية ويرحل يا سيسي يقول له يا جماعة ما ترسوا على بر هي الرسالة اللي تلكوا حرية الرأي والتعبير ولا اللي تلكوا حرية الرأي والتعبير التي تقوم بالتعريض لفخمة المشير بس عشان يعني والله سجع طراني بقول سجع على الهواء فهي حرية رأي وتعبير في صالح فخمة المشير ولا حرية رأي وتعبير عامة فلو هي عامة اكتبولو ارحل يا سيسي وليسقط المشيئ خلاص وخلو يزعل من عباس كامل